جهود دولية لمنع توسع حرب غزة إلى خارجها هل تنجح؟ لا يمكن الجزم بذلك فيما يظهر فإن المجتمع الدولي وفي مقدمته واشنطن ليس آبها بالإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة وإنما تنصب جهوده لمنع توسع ما سماه منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفث بحريق غزة إلى باقي المنطقة حيث تتهم واشنطن إيران بدعم حلفائها لممارسة أنشطة عسكرية تحت غطاء دعم المقاومة الفلسطينية آخر تلك الأنشطة ادعاء ميليشيا الحوثي إسقاط طائرة أمريكية مسيرة كانت تحلق فوق المياه الإقليمية اليمنية وحتى اللحظة لم يظهر من واشنطن أي تعليق رسميا واضح حيث يمكن وصف الموقف الأمريكي بالمرتبك فقد نسبت رويترز إلى مسؤولين أمريكيين إقراراً بسقوط طائرة أمريكية من دون طيار دون تحديد ما إذا كانت أسقطت في المجال الجوي الدولي أم لا إلا أن موقع قناة الحرة الأمريكية نقل عن مسؤولين في البنتاجون تصريحاً نفى فيه صحة مزاعم الحوثيين مفيداً بعدم وجود أي بلاغ بفقدان أي مسيرة أمريكية تبدو الروايات الأمريكية متضاربة حول طائرة مسيرة تابعة لها لكنها تأتي في ظل تأهب واشنطن عسكرياً في البحار العربية تحسباً لأي نشاط مدعوم من إيران حيث وصلت حاملتها طائرات أمريكية إلى المنطقة في محاولة لاحتواء ما تسميه واشنطن الصراع بين إسرائيل وحماس كانت البحرية الأمريكية قد اعترضت هجمات صاروخية ومسيرة أطرقها الحوثيون معلنين أنها باتجاه الكيان الصهيني فيما شككت دوائر تحليل غربية من أن الهجمات الحوثية هدفها ابتزاز السعودية ليست هذه المرة الأولى التي أعلنت فيها ميليشيا الحوثي إسقاط طائرات دون طيار أمريكية حيث سبق وأن صرحت بإسقاط ثلاث طائرات مسيرة في 2017 و2019 لكن الإسقاط الآن أتى في خضم أحداث غزة ما تسبب بقلق دولي ومع ذلك فإن السياسة الأمريكية تقوم على استراتيجية ضبط النفس وعدم التصعيد ومنع وصول الصواريخ الحوثية إلى إسرائيل بينما يهدف الحوثيون إلى ابتزاز السعودية ونيل المزيد من الامتيازات المجانية المرتبطة بعملية السلام في اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر